أعلنت مدرية الرية بمحافظة سهاج عن وصول نسب التنفيذ في المشروع القومي لتبطين وإعادة تأهيل الترع والمصارف والمجار المائية بقرى سهاج إلى 65% تستهدف خطة المشروع بسهاج إعادة تأهيل وتبطين 1300 كم من الترع والمصاقي والمجار المائية ومن المنتظر الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى في هذا المشروع خلال يوليو القادم جار العمل حالياً فعلياً في 520 كيلو دولار تم طرحهم وإسنادهم وبدأ العمل فيهم تم الانتهاء من حوالي 300 كيلو وجار العمل في 230 كيلو نسبة الإنجاز في حدود 60% على المستهدف ككل كمحافظة بالنسبة للمشروع بتاعنا بنسبة حوالي 65% تم إنجازه إن شاء الله على واحد سبعة ننتهينا من المرحلة الأولى ونبدأ في المراحل الثانية نحن في الإدارة العامة الرئيس سهاج بيشرف معنا ويساعدنا حوالي أربع إدارات خارجية غير الإدارة العامة الرئيس سهاج الإدارة العامة للتوسع الأفق بأسيوت الإدارة العامة لمشروعات الجناطر بناجي حمادي والإدارة العامة لجناطر أسيوت الجديدة والإدارة العامة للصيانة الخزانات الكبرى شكرا